أنا يعني المبدأ لساعة منه هو الشفافية الشفافية أكثر المصطلحات التي وردت على لسان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في أول مقابلة له مع فضائية اليمن الحكومية والتي أكد خلالها بأنه لن يضع توقعات عالية لأنه كما قال لا يمتلك عصا سحرية بل سيكون واضحا وصريحا وشفافا في هذه المقابلة عرض رئيس الوزراء ما يشبه البرنامج الحكومي لنيل الثقة لكن في ظل غياب المؤسسة التشريعية الذي كان يتعين عليه الذهاب إليها إلى جانب مظاهر عديدة من مظاهر الدولة اليمنية التي تآكلت على الأرض بتأثير التحالف أو تحت وطأة الصراع المسلح مع الإنقلابيين الذين يضعون يدهم على جزء مهم من البلاد ومواردها الوضع الاقتصادي الذي عرضه رئيس الوزراء الجديد قاتم للغاية فالإنتاج الحالي من النفط لا يتجاوز العشر بالمئة مما كان ينتج في السابق وتدهر حد في أسعار العملة الوطنية أمام العملة الخارجية وتدهر مماثل في القدرة الشرائية للمواطنين وانكماش في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي وصل إلى أربعين بالمئة مضاف إلى كل ذلك الكارثة الناجمة عن إعصار لبان الذي ضرب المهر مؤخرا نحن في وضع سيء للغاية لكن بالإمكان التصحيح قالها رئيس الوزراء في سياق عرضه لما وصفه بالوضع المختلف في الدولة في ظل مظاهر تشكل مواجهتها أولوية بالنسبة للرئيس الوزراء الجديد وهي كما عرضها ردم الثقوب السوداء التي تأتي في طاليعتها الكلفة العالية لتولد الكهرباء فيما يبقى التحصيل ضعيفا رئيس الوزراء تحدث عن أهمية ضبط معادلة الإيرادات والنفقات وعن إمكانية مضاعفة الموارد الحالية في المستقبل النقطة الشائكة في مهام رئيس الحكومة تتعلق بالتغيير في ظل تأكيداته على أهمية الاستعانة بالكفاءات في كل مكان ونفيه ما تردد من حديث حول فكرة الحكومة المصغرة ودمج للوزارات التي رآها صعبة في المرحلة الراهنة ما لم تخضع للدراسة لكنه وعد بمناقشتها مع الرئيس وصولا إلى مستوى مختلف من الإدارة والقدرة على الوصول إلى الناس سيرفع بشكل واضح فين الخلل الذي عندي الآن ما هي الوزارات الخدمية الآن التي فيها إشكالية وبالإمكان تحسين الأداء فيها وكيف سيكون ذلك النهج سيكون مختلفا عن المرحلة السابقة هكذا أكد رئيس الوزراء لكنه أكد أيضا أن تغيير قيادات أخفقت في المرحلة الماضية يحتاج إلى تشخيص وتقييم حقيقي وإلى مراجعة الأسس وعبر تصور حقيقي حول مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها